كلمة حضرتك قبل الهواء على قول عن الاستثمار المستثمر دايما عايز المكان اللي يقدر يدخل فيه حقق ربح وربح سريع كمان الدولة مهدت الطريق في الموضوع ده ودخلت وجهزت هذا المشروع بكل العوامل اللوجستية وقالت بكل المستثمرين يتفضل والأرض موجودة هي اللي عايز يدخل في هذا المشروع يتفضل حجم الاستثمار الموجود في هذا المشروع عاملي أكبر ميزة بتميز مشروع مستقبل مصر وده رجع لإدارة المشروع من البداية من 2017 حتى الآن الباب على مصر عايز تحت شروط الجدية والالتزام للمستثمرين مستثمر الجاد والملتزم أهلا وسهلا بيك فموجود أكتر من 35 شركة من كبار الشركات الزراعية في مصر داخل مشروع مستقبل مصر يقدم بيقدم عقدارة المشروع فبننهض بالمشروع أشكال المشروع ده ماشي على قدم النساق بسرعة احنا وصلنا لـ 350 ألف فدان مزرعين بالفعل بينتجوا وينتجهم بطلح في السوق المحل وبجزء منه بتصدر بره محاصيل استراتيجية زي ما قلت الأمح والبنجر والمحاصيل الزيوت زي عباد الشمس داخلين فيها داخلين في زراعات القطني برضو إن شاء الله محصول تصديري زي البطاطس والسوداني بيتصدر وبيتزيرها في مشروع مستقبل مصر كل الكلام ده ما بين إدارتين إدارة المشروع نفسها وإدارات أكتر من 55 شركة بس ماشية في إطار منظومة المشروع نفسه يعني مش كل المستثمر داخل وقت الأرض هي منظومة في تعاون مشترك فعشان كده المشروع ناجح زي ما يقولوا كده إن الحضة مثلا بتاع أمح آه متنظم أيو فاندو والزراعة لازم كده بمناسبة يعني عشان ما تفتتش الشغل وعشان يبقى فيه انتظام حتى الأسعار المحصول في النهاية تبقاش مساحات كبيرة أو مزروعة من محصول بعينه سعره هينخفض أو مزروع منه مساحات قليلا سعره يعلق وهكذا يعني صحيح طيب أيضا فيه منطقة صناعية موجودة فيه آه طبعا طبعا طيب خلينا أكتر نتكلم عن هذه المنطقة الصناعية وإزاي بتفيد على الاستثمار وإزاي بتفيد أيضا في فكرة حفظ المحاصيل الزراعية طيب برضو تاني نقطة بتميز مشروع مستقبل مصر لا مش متحيز لي بس ده الواقع الحقيقي فعلا من أنجح المشروعات القومية الزراعية في مصر مشروع مستقبل مصر على الأرض لعدة أسباب أول سبب زي ما قلت حالك الإدارة الوعية اللي مسك المشروع متمثلة في شخص العقيد بها الغنام هو عقيد دكتور بمناسبة وبزنس يعني فاهم يعني إدارة وبزنس كويس قوي فعشكها بيتعاون مع المستثمرين ده نقطة أولى في نجاح المشروع النقطة التانية ما بقاش المشروع مجرد أنا بستصلح أرض وازرع وبس لا زي ما بستصلح أرض وبزرع بيتعمل في نفس الوقت زي سيم طايم في نفس الوقت على التوازي بنبتدي نعمل منطقة صناعية لعشان أزود القيمة المضافة للمحصول بتاعي يعني مثلا هنزرع أشجار زتون أشجار ججوب عشان عندنا جزء من المياه الملحة فهزرع عليك كلام ده زي ما هزرعه وزي ما بعمل مصنع لإنتاج الزيت عشان مش أبيع صمرة زتون لأنا هبيع الزيت بتاع الزيتون وغطي بيه مشكلة في السلوء الحالي فلا يحقق مكسب بالمشروع وبعد كده نرجع نستور التاني المنتج بالزبط لا بالوقت مثلا بنزرع الأمح فبنعمل صوامع لتخزين الأمح بنزرع البطاطس نعمل تلاجات للبطاطس وفرزها وتعبئتها وهكذا كل المصانع اللي بتخدم على التصنيع الزراعي وعمليات ما بعد الحصاد لأي محصول زراعي بنعمله في مشروع مستقبل المصر بحيث أن أنا أبيع قيمة مضافة أعمل قيمة على المحصول ما بيعش خام أبدا ما ترحش السوق ليه بقى عشان المشروع ده يكمل وينجح لازم يكسب لازم يحقق مكسب عشان يستمر عفلاني يحقق مكسب بمنطقة البساطة أنه نضيف قيمة مضافة عليه هنعمل مثلا زي ما قلت الحضراتك هنسرع أي محاصيل زيتية عباد شمس مثلا زي ما بنزرعه أو دوار الشمس عشان ده نلفز الصحي برضو دوار الشمس ده عشان أزرعه لو هو الصنفلاور لازم أعمله المصنع لإنتاج الزيت بتاعه فأبيع زيت مش أبيع اللب بتاع عباد الشمس كويس الأمح الصوامع موجودة ففي منطقة صناعية كاملة متكاملة شغالين في إنشاءها ما بين محطات فرز وتعبئة وتلاجات ما بين صوامع لتخزين الغلال عمتا والحبوب عمتا ما بين مصانع لإنتاج العصائر ما بين مصانع لإنتاج الزيوت كل الصناعات اللي ليه علاقة بالزراع اللي أيمع على زراع كزراع عشان في النهاية أبيع المنتج النهائي بشكل كويس ويغطي بسوق معي وأصدر منه ويجيب منه مكسب كمان عظيم إذن إحنا في طريقنا لتحييل اكتفاق الزيات بتحقيقة تحديدا من الأمحش الناس برضو بتسأل يعني إحنا لسه حتى الآن بنستور الدقيق طب المشكلة فين طب إحنا ماشيين بهذه الوطيرة في طريقنا لتحييل اكتفاق الزيات بصف أمد كانية أن إحنا نحقق اكتفاق الزياتي لأن في محاصيل بتزرع في نفس الوقت في نفس الأرض في نفس المناخ فبيقاليك اختيار من الاثنين أتوسع في دولة دا والاثنين مهمين فالاثنين مهمين بس في النهاية مش طعب تزرع الاثنين لأن انت محكوم بإيه محكوم بعض البشر في مصر ليهم احتياجات ومحكوم بمساحة أرض والمية اللي حاكم الزراعة في مصر والمية على قد كمية المية قادرة توسع مثلا لغاية حوالي يعني المزروح حالي الوقت 9 مليون فدان في مصر بيتضم عليهم بالمشروعات القومية الجديدة الموجودة الوقت أكتر من 3 مليون فدان فده شيئا جدا والضم ده قايم على الاستهلاك الجيد جدا والمقنن للمية الأرض متاحة مشكلة في المية فأنا بحاول أستهلك المية على قد ما نقدر زي المشروع قومي للصعب اللي تعمل الهدف الرئيسي منه بمناسبة يعني الناس كي بتستغرب طبعنا عندنا اكتفاء زياتي في الخضار والفاك أعمل مشروع صعب ليه أعمل مشروع صعب لأن استهلاك المية جواه الصعب أقدر أتحكم فيه أخفضه الأقل من 50 و70% بالبقنة بالأرض المكشوفة وكمان عشان الصعب هواجه بها الطغارات الملاخية اللي احنا عايشين فيها فأقدر أحافظ على إنتاجي من الخضر والفاك اللي أنا متميز به في الأرض المكشوفة لكن اللي أول مرة باسس لقدام أن الإنتاج ده بيدي يقل ده غزب عني لأن استهلاك المية بيزيد مع طغارات الملاخية والإنتاج بيقل فالصوبة تتبا في هذا فده الهدف بالمشروع مثلا التوسع والزيادة في الإنتاج بأقل تكلفة